السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة خبراء اللغة الإنجليزية إن شاء الله نهاردها معنا موضوع بسيط في الفوكابلوري وهو سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية اللي بدأناها إن إحنا إن شاء الله كل مرة هنعمل فيديو صغير هنشرح فيه مجموعة من كلمات باللغة الإنجليزية هنعرف معناهم، هننطقهم مع بعض وهنعمل براكتس ليهم ونتعلم إزاي نستخدمهم في الجمال تمام؟ إن شاء الله نتبقى النهارده بموضوع بسيط وهو days of the week days of the week أو أيام الأسبوع أولا لازم تعرف إن كلمة day معناها يوم day معناها يوم وكلمة week معناها أسبوع وبالتالي بتكون كلمة days of the week معناها أيام الأسبوع تمام؟ أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية هي كالتالي السبت ساتردي ساتردي الحد ساندي ساندي الاثنين مندي 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 التالات توزدي توزدي الأربع وينس دي وينس دي الخميس ثرز دي ثرز دي الجمعة فراي دي فراي دي فراي دي مونتين السبت ساتردي في ناس بتقولها ساتر دي بغلط طبق ساتر دي ساتر دي الحد ساندي ساندي الاثنين مندي مندي تالات توزدي توزدي الأربع وينس دي وينس دي الخميس ثرز دي في ناس بقولها ساترز دي لا غلط ثرز دي ث طلع لساني في التى اج ث ثرز دي ثرز دي ثرز دي الجمعة فراي دي فراي دي تمام طب اليوم الي هو معناها النهارده احنا اتفقنا عني دي معناها يوم أي يوم طب لو اليوم ده النهارده اليوم الي احنا فيه يبنون عليه تو دي تو دي تو دي تو دي تو دي يعني اليوم النهارده طب امس يستر دي يستر دي طب بكرة او غدا تمورو تمورو طب طب اطلت نهاية الاسبوع اللي هو الاجهزة الاسبعية سواء كانت الجمعة والسبت او السبت والحد نقول week end week end week end تمام عايز اقول مثلا النهارده يوم السبت اولي ازاي today is saturday today is saturday مبارح او امس كان يوم الجمعة yesterday was friday yesterday was friday مبارح كان يوم الجمعة او امس كان يوم الجمعة بكرة حيكون يوم الاحد يقول ايه tomorrow will be sunday tomorrow will be sunday ازا عجبك الفيديو نتساش تعملناه like subscribe على قناتنا خبراء اللغة الانجليزية تشوفكم ان شاء الله في درس جديد في سلسلة تعليم اللغة الانجليزية اللغة الوكابوري او الكلمات والسلام اشتركوا في القناة